صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية مساء أمس بأغلبية كبيرة على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بقيادة ميشيل بغنيه والتي تقدمت بها أحزاب اليسار واليمين المتطرف بهدف إسقاط الحكومة وتم تفعيل هذا الازراء بعد تصاعد الخلافات خلال الأيام الماضية بين الحكومة وهذه الأحزاب بشأن البند الاجتماعي في ميزانيات عام 2025 وقد اختتمت الأزمة مساء الثلاثة عندما لجأ رئيس الوزراء إلى المدة 49 ثلاثة من الدستور الفرنسي والتي تتيح له تجاوز التصويت البلماني لتمرير النصوص في الجمعية الوطنية وإسقاط حكومة بغنيه يعد سابقة أولى منذ سقوط حكومة جارج بومبيدو في عام 1962 ووفقاً للمادة الخمسين من الدستور الفرنسية يتعين على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية بمجرد اعتماد الجمعية الوطنية لمذاكرة حجب الثقة وبعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المنصب إثر مفاوضات سياسية معقدة عقبت الانتخابات التشريعية المبكرة في يوليوز الماضي أصبحت الحكومة الفرنسية ذات التوجهات اليمينية الوسطية حكومة تصريف أعمال إلى حين تعيين مجلس وزراء جديد